قد تجلس أنت أمام شاشة الكمبيوتر وترسم في الشاشة صور ثم لنفترض أن باستطاعتك أن تعطي لهذه الصور ذكاء تتحرك بذكاء، تتعرف على بعضها، تتزوج فيما بينها مثلا هل يمكن بهذه الصور التي رسمتها في الكمبيوتر أن تعرفك؟ أن تتعرف عليك على عقلك، على عواطفك، على وجودك؟ ما يمكن؟ الله خلق الكون في لحظة إرادة كيف يمكن استيعاب والإحاطة برب العالمين؟ اقرأوا ما جاء في روايات النبي وأهل بيته خاصة الإمام الصادق، سلام الله عليه، والإمام الباقر أبوه فيما يرتبط بمعرفة الله معرفة الله إلى طريقته خاصة ما يصير أن تتاخذ منهج وتوصل إلى الحقيقة في منهج آخر هل يمكن أن تبني مثلا مصنع بخارطة بيت؟ لا هل يمكن أن تبني مطار بخارطة مصنع؟ لا المنهج يوصلك إلى نتيجته، فإذا كان المنهج مختلفا فلن يوصلك إلى الحقيقة الحقيقة عند الله في القرآن ليس كمثله شيء وما قدر الله عق قدره وعند النبي وأهل بيته وذلك بأن كما قالوا كمال معرفته العج عن معرفته ما يمكن أن تعرف رب العالمين نعم تعرف أنه موجود وإلا من الذي خلق الكون؟ من الذي خلقك؟ من الذي أحياك؟ من الذي رزقك؟ من الذي يميتك؟ منه؟ الله لكن أكثر من هذا الله لا تبحث لأنك لن تصل إلى الحقيقة